السلام عليكم عندي ألم في الركبة اليسرى مع ورم فوق الركبة وكان فيها موية وعلاج عرق النساء هل تنفع الحجامة؟ الحجامة تنفع ما في الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أوصفي إلا ينفع هي إذا يعني تسوي حجامة إذا ما سوت حجامة ممكن يا براشدوا الكلام للجميع مكان الانتفاخ بالإبهام ضغط 50% عادي طرح في ناس بفكروا أنه التدليق مؤدي لا هذا تدليق طبي أنا غير بكالورس العلاس طبيعي أخد دورات كثير بالتدليق الصيني وش فائزة تدليق؟ حرك الدورة الدموية؟ حرك الدورة الدموية والانتفاخ بيروح تدريجيا بشكل سريع الدلك يضغط 50% بالشكل هذا هاي قالت انتفاخ ركبة وإيش وألم؟ دقيقة انتفاخ فوق الركبة تقول كان فيها موية آآ آآ ما هي وفي تدليق ثاني لازم تعمله تخط ززتون على الساق وضغط 50% بشكل مسح وإيش تعمل؟ وهي سواء راجل أو مرأة نفس الشيء نايم على ظاهري أنا أحط وسادة 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 يعني إيش كيف بدأ أمثلها طبعا مشكلة بتعبوني مرات الجماهير هاي هيك شفيت؟ اسألة يعني أنا نايم على ظاهري وغرافع رجلي هذا جدا هذا جدا الانتفاخات بتروح تدريجيا طبعا يسألون عن الموية في الانتفاخ في القدم بدون آلام بس فجأة انتفاخ كده لا لو في انتفاخ ويتكرر طبعا طبعا هم يقولوا الدكتور حاتم أو الخصة حاتم يجاوب على كل شيء طبعا لا لو يا أبو محمد يا أبو محمد والكلام للجميع لو الانتفاخات تتكرر لازم تروح وين؟ تروح دكتور الباطنية قد يكون فيه مشاكل بسواء الجسم أو مشاكل ببطنية لازم أيوة لازم أو مشكلة بالكلة أو مشكلة بالكلة أيوة على طول حسنت انك شائب الكبير فينا يا أبو محمد محمد المترجمات والمأنشف